بحث وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بمدينة جينيف مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور حنان بلخي أوجه المشاريع المشتركة وسبيل تطوير دعم المنظمة الصحية باليمن وخصوصا في تعدد الأزمات الصحية بالمنطقة وتطرق هذا اللقاء الذي يأتي على همش اجتماعات جمعية الصحة العالمية في جينيف إلى المخاطر الصحية في سوء التغذية الذي يستهدف 50% من أطفال اليمن دون السنة الخامسة بالإضافة إلى حاجة اليمن إلى دعم من المنظمة لإنشاء مصانع محلية للتغذية العلاجية في اليمن وذلك لتوفير حلول محلية لمشكلة مزمنات تعاني منها اليمن وكاد التنسيق من أجل قيام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إلى اليمن للإطلاع عن قرب على الوضع الصحي والإنساني ترجمة نانسي قنقر